المد الفرعي هو المد الزائد على المد الطبيعي والذي يتوقف على السبب بأن يقع بعد حرف المد همز أو سكون وقد تكلمنا في الدرس السابق عن القسم الأول وهو ما كان سببه الهمز والآن سوف نتكلم عن القسم الثاني وهو ما يكون سببه السكون دوانا مايا تشويدا جيم ما دياركر وأم للسر مد الفرعي اشتغلين وما گوت مد فرعي جيمد طبيعي درشترتي و دي سبب جي جي راهنا ما گوت يك جي همز و يك سكون و دوانا مايا گو درباس بوي أم للسر بشي عولي ييغو جري دايبو بسبب تيبا همز أمشتغلين و مد ياركر الأول و يسمى بالمد العارض للسكون جو رايا عولي جير تيغو تن المد العارض للسكون كام ناسكن بي أو تشاوية و تشاوة تناسكرين دب هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك في آخر الكلمة دب اوا داما گو تيبك إجي تيبه مد واري و دو دو ويرا تيبك متحرك داويا گوتندا واري ثم يوس كانو هادا الحرف المتطرف ويدامي أو تيب وي إيه سكناندن چما دب لأجل الواقفي جبو مروفي خوندكار لو ويداري دي سكني جبارغو جي نابي مروفي لسر تيبه متحرك بسكني جبو فيك أم لسر سكوني أم يسكنن جبو فيك جير تيغو تن سكون عارض جبو سكناندن بثني أما عند الوصلي فيمدو مدن طبيعيا ليدبر دواميه خوندنيدا تيدري شكرين وكي مده طبيعي مثال كأم مد العارض لسكون بهتر زلالبكن بآنين ميناكك لسري ميناك وي آيات قرآنا بيروز ياغو دبيجي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان لفيدري هجر أم لسر آياته بسكنن أما مد داوي دريج بكن وكي الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان لغو أم خندنا خوا بردوام بكن يعني أم لسر آياته نسكنن أما بذيران جي خوينن الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان ومقدار مد داوي جي بدو حركات دريج دبي يعني جي بچار حركاتا يعني جي بشش حركاتا دريج دبي أذا مد العارض لسكون جهرته گو تن مد اللين مد اللين أو جياغو گردايا بسكون دا مد اللين چاواتي ناسكرن دبي هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونن عارضن بسبب الوقف مد اللين تي ناسكرن دما جو تيبك جي تيبه لين وره وددو ويدا تيبك ساكن وره لأو تيبه ساكن دبي سكونة و سكونة عارض بي يعني نايا أصلي بي شاواتي نايا أصلي بي داما جو أم بخازن لسر جو تني بساكن ويدامي أمي تيبه متحررق حركات ويراك و أمي تيبه سكون جيرا دينا وكي جوتنا قوريشن تيبه ددو تيبه لين يا ددو تيبه ليرا متحررقا تنوين هيا هاگر أم لسر بساكن أمي بيجن قوريش لهاگر ما خواندن بردوانكر أمي بيجن لإلاف قوريشن إلافهم رحلة الشتاء والصيف حروف مدلين تيبه مدلين جنا دو تيب جيرا هنا يعولي الواو الساكنة المفتوح ما قبلها ياد دوة الياء الساكنة المفتوح ما قبلها أف هردو تيبه مدلين و بذيرانجي تينا ناسكرن داما قوما تيبه جوان ديت چه تيبه واو بي يانجي ياء بي و ساكن بي و تيبه بريا وي مفتوح بي يكزر أمي ناسكن قو أف تيبه مدلين و تينا دريشكرن بمقداري دو حركة يانجي چار حركة يانجي شش حركة مدلين أفبو و بذيرانجي تيناسكرن أز بهيو ما قو بزلالي جهابيل بر دستيوان القسم الثاني وا يسمى بالمد اللازم بشه ددوا جيرته قو تن مدل لازم أل مدل لازم هو أن يأتي حرفو المددي و بعدهو حرفو ساكن سكونا أصليا وصلان و وقفان مدل لازم أوا دماغو تيبه مد وره و دودود ويدا تيبه ساكن وره لأو سكونا أصلي بي چه دبار دواميه خندني دبي و چه قومروف لسر بساكني وكي قوتنا الصاخه يمد اللازم بكل أقسامه بمقدار ست حركات وسمي لازما لالتزام القراء بمده مقدارا واحدا وهو ست حركات جه راتي قوتن لازم جبارغو حمو قراءة تفقنا لسر مقداري دريشكرناوي بشش حركاتا أقسام المد اللازم للمد اللازم قسمان دباش جمد اللازم رهانا يعولي جراتي قوتن لازم كلمي ياددوا لازم حرفي باش نعولي كلمي مثقل أو شاوايا دب إذا وقع بعد حرف المد حرف مشدد في نفس الكلمة مثل أبضالين أبنا دبشتي تيبا مدرا بو تيبك مشدد وري دي نفسا قوتن دا أب جراتي قوتن كلمي مثقل ياددوا كلمي مخفف مد لازم كلمي مخفف إذا وقع بعد حرف المد حرف ساكن مثال كلمة الآن الآن دا سورة يونس دا هاتيا دجها هاتيا أب جراتي قوتن مد لازم كلمي مخفف أو شاوايا دب إذا وقع بعد حرف المد جو ددو تيبا مدرا تيبا كساكن هات وكي قوتن الآن أو جي بشش حركاتي دريش كرن باشن ددوا المد لازم الحرفي أو جي دبي دبش باشن عاولي جيرتي قوتن حرفي مثقل وباشن ددوا جيرتي قوتن حرفي مخفف أما دس بيا عاولكن حرفي مثقل إذا أتى بعد حرف المد حرف مشدد مثل ألف لام أو دب دو تيبا مدرا تيبا كمشدد هات دي تيبا عاول دا جي بار فيها كجيرتبيجين المد اللازم الحرفي حرفي مثقل ياد دوا المد اللازم الحرفي المخفف أو جاوا ياد بإذا أتى بعد حرف المد حرف ساكن مثل قاف طبعا هو بشش حركة ما يدريش بكن أذب دو تيبا مدرا تيبا ساكنتة دنفس تيبا قاف دا قاف إلى هنا نصل إلى ختام أنواع المد الفرعي ما كان سببه الهمز وما كان سببه السكون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا